لو عندك جهاز بليستيشن فور ومفكر نفسك لعيبة معلم عشان بتلعب لعبة كده في البيت وبتاع حب اقولك ان الكلام ده كلام فاضي بتقدرش تحكم انت لعيب او مش لعيب غير لما تلعب اونلاين تحب تلعب اونلاين على جهاز البليستيشن فور المعدل اه زي انت ما سمعت كده بالزبط دلوقتي تقدر تلعب اونلاين على البليستيشن فور المعدل اعزتعرف ازاي وعازتعرف كل التفاصيل هقولك بس الاول هو انت بتسمعني الاول مرة انا اسلام فايد وانت هنا في وسط العتاولة عاستبه واحد من العتاولة يعني عايزتعرف اي حاجة وكل حاجة عن اجلسة الكنسول انزل لعمل سبسكرايب وفعل الجرس عملت سبسكرايب فعلت الجرس اللايك العريف بتاعك ورأيك في الكمينتات تعال بقى عشان الفيديو بتاعنا النهاردة حماسي جدا السلام عليكم سيقوة اولا اخباركو عامليني رب خريده امد معكم اسلام فايد في فيديو حماسي جدا نهاردة معانا اختراع جديد يا رجالة وطريقة جديدة وشرح جديد بخصوص الاونلاين على البلاستيشن 4 دلوقتي احنا كنا شرحنا قبل كده في فيديو كنا بنقدر ان احنا نلعب لعبة فورتونايت بس ده كان من خلال لعبة بالكامل بتنزلها وبتقدر انت تلعبها اونلاين على جهاز البلاستيشن زي سيلفر كده او لعبة معمولة بسيلفر مخصص ان انت تقدر تلعب فورتونايت ولكن احنا نهاردة مش معانا لعبة منفصلة احنا نهاردة معانا نفس اللعبة اللي انت بتلعبها الطبيعية جدا تقدر ان انت تخش تلعبها اونلاين يعني دلوقتي تقدر اخش العب اي لعبة اونلاين يا سileyم لا اعمش بالزبط كده ما تفرحوش او كده معض الألعاب تقدر انت تخش تلعبها اونلاين الالعاب دي انت بتخش هو فيه برنامج بتنزله على جهاز البلاستيشن البرنامج ده لما بتنزله بيحول اللعبة دي لسيلفر تاني غير السيلفر الاساسي بتاع اللعبة طب ايه صلو مشجعتنا واحنا متشجعين للموضوع اول ما تشرح لنا التفاصيل زي ما انتم شايفين هنا الطريقة شغالة على صفت وير 9 وشغالة على صفت وير 11 لو انت عندك الصفتين دول هتشتغل معاك الصفتات اللي في النص قريبا كده ان شاء الله هتبقى مدعومة يعني قريب كده اتلاقي الصفتات دي بتشتغل من خير مشاكل ولكن لو انت مستاجل هي مش هتشتغل معاك غير على 9 وعلى 11 والالعاب اللي بتدعم البرنامج ده وتشتغل على الطريقة دي عندك لعبة جوستس ولازم يكون الابديت بتاحها 21 ولازم دي الاصدارات اللي تشتغل معاك عندك ادفانست وير فير لابدت بتاحها لازم يكون 21 و24 ودي الاصدارات اللي بتشتغل معاك وعندك modern وير فير وعندك infinity where وير فير وعندك world war 2 و black ops 3 و black ops 4 و black ops cold war واحنا ويه لعبة كويكي ويه كويكي 2 ويه هنشرح على لعبة black ops 3 النهار ده دي موجودة عندي فهنشرح عليها الاصدارات بقى لازم تركز على النقطة دي لازم يكون اللعبة بتاعتك الاصدار بتاعتها واحد من الاصدارات دي عشان اللعبة تشتغل معاك من غير اي مشاكل ولازم الابديت بتاع اللعبة يكون الاصدار ده 1.3.30 لو اللعبة عندك اصدار تاني مش هتشتغل معاك وفي نقطة تانية لازم تفهمها الDLC لو واحد عامل مابا وانت دخل عشان تلعب معاه واللعبة مش بتخش معاك وبتجيب لك مشكلة المشكلة دي بتبقى ان هو منزل DLC مابا مختلفة او مختلفة فالاضافة دي انت مش مسبتها عندك فلازم تسبت الاضافات برضو بتاعت الالعاب تبار меняلون لو حين أنا زلت كل الاضافات بتاعت الالعاب ويروحت عشان بتاعتب اللعبة وممكن يبقى معايا مشكلة لو واحد مش منزل الاضافة دابة لو هو ما مش منزل الاضافة اللعبة هتشتغل معاك عادي من غير اي مشكلة ولكن هتعمل معاك مشكلة ابت من او الانت المصابة تحت. وهتنزل البرنامج ده. بعد ما تنزل البرنامج ده تحطه على الفلاش عندك. زي انت ما شايف تكون الفلاشة متفرمطة على نظام اي اكس فات او فات اتنو تلاتين. اي حاجة تشتغل معاك. تأكد ازاي تدوس كليكي مين بروبرتز وبعد كده تيجي هنا في فال سيستيم تتأكد ان هي فاتنو تلاتين او اي اكس فات. لقيتها انت اف اس هتدوس كليكي مين. بعد كده فورمات. وبعد كده تختار من هنا في اتنو تلاتين او اي اكس فات وتدوس على سارت. هيفورمط الفلاشة. طبعا تكون واخد الحاجات المهمة. بعد كده تاخد البرنامج ده البرنامج بعد ما تنزله تحطه على الفلاشة بالشكل ده كده. كده البرنامج جاهز معنا. نروح بقى لجهاز البلاستيشن عشان نكمل بقية التفاظيل. الوقت اي رجال احنا على جهاز البلاستيشن. والجهاز انا باعدله من خلال الكتعة اللي انا الجهازين اللي عندي. اللي هو سوفت وير تسعة. وسوفت وير حداشر. هي بتشتغل على الاتنين من غير اي مشاكل. فيها زرار من هنا زي انت ما شايف. الزرار ده كده. بيحول الكتعة دي نيات تشتغل على سوفت وير حداشر. وتشتغل على سوفت وير تسعة. وهسيب لكم اللينك بتاع الشارع فيه الكومت المصابة التحت برضو. لو عايزين تشتغلوا سبق من الستور او من الستور المصري. او من على على موجودة هنا وموجودة هنا. وشوفوا الافضل لكم. وشوفوا الفيديو اللي فاتل هو الفيديو ده. هتلاقوا فيه كل التفاصيل وكل الشرح. بجد اختراع. احنا دلوقتي مخلصين التعديل. والتعديل اشغال زي ما انتم شايفين كده عطاولة. وكل حاجة تمام. دلوقتي فيه خطوات مهمة زي ما انتم شايف ادي اللعبة. دلوقتي احنا عايزين نعرف الاصدار بتاع اللعبة ده من الاصدارات الدعمة ولا لا. هنطلع اللعبة ثابتة على الشاشة كده وضيع وقت كتير. وهترجع وراء. وبعد كده هتخش فيه الشيتس وبعد كده هتنزل فيه شو تايتل وبعد كده تايتل. واند اب فير دي. اعلم عليها. بعد كده هتيجي هنا زي انتم شايفين. زي ما انتم شايف اللعبة الاصدار بتاع اخره 24. واحنا كنا شايفين هناك ان بلاك اوبس سري. الاصدارات الدعمة ليها اللي هي 24 من الاصدارات دي. والفرجن واحد تلاتة وتلاتين. لو اللعبة عندك لقيت الابديت بتاعها اقدم من كده لازم تنزل ملف الابديت بتاع الاصدار ده. ما يفعش تنزل ملف ابديت بتاع اصدار اعلى ستة وعشرين مثلا. لا هتنزل الابديت اللي هو بتاع تلاتة وعشرين عشان نشتغل معاك. وزي انت ما شايف ممكن برضو ايه تدوس على المعلومات هيزهلك هنا برضو النسخة النسخة اللي هي واحد تلاتة وتلاتين. كده انت ثبت اللعبة معلم وكل حاجة لو انت عندك الجهاز بالستيشن فور سوفت ور تسعة كده كده انت الموضوع مش فارق معك. ركز معي. انت بتحتاج ان انت هتوصل نت. فلما هتوصل نت كل الكونفجريشن والاعدات اللي انت عملها عشان تعديلها بتاعة سوفت ور حداشر دي هتكيغي. فانت لما هتطفق الجهاز وتشغله تاني لازم هترجع تعيد الكونفجريشن ده تاني. بمعنى ان انت دلوقتي علشان ده جهاز سوفت ور حداشر نروح الاعدادات وننزل هنا في النظام وبعد كده معلومات النظام. كده السوفت ور ازا انت ما شايف حداشر على الجهاز. هترجع بقى وره. دلوقتي احنا عايزين نشغل النت هتخش في الاعدادات والشبكة وبعد كده هتدوس هنا اعدادات الاتصال. احنا هنا الاعدادات اللي احنا عملينها عشان نشغل التعديلة اللي هي بتاعة اللان ومخصص والبي بي بي دي الاعدادات بتاعة التعديلة. فاحنا دلوقتي هنلغي الاعدادات دي بقى على الواي فاي بتاعك وتعمل اعدادات الشبكة بتاعتك وتدخل الشبكة ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي رجالة زي ما انتم شايفين الاعدادات خلصت ناجح ناجح. هنرجع وراه. كده ان التشغال على الجهاز من غير اي مشاكل. هنطلع بقى نخش في الجولد هين ونركب الفلاشة بتاعتنا. خش في باكتجي انستولر. هنلاقي البرنامج بي اس لان. هتدوس على البرنامج هيبدأ ان هو ينزل. مش هياخد منك وقت هينزل بسرعة جدا. مسحته صغيرة جدا. بعد كده متشغلش اللعبة هتدوس على البرنامج عشان تشغله. هيجيب لك رسالة كده فوق. زي انت مشايف هيظلك رسالة كده. بي اس لان. تمام سكسيسفول لودت. وبعد كده هتبدأ ان انت تفتح اللعبة. فيه حاجة لازم اوضحها لكو عشان انا جربتها. وللاسف يعني ايه لسه مش عارف حلها ايه. لما جيت اشغل اللعبة على جهازين في نفس البيت عندي. يعني على نفس النتورك ونفس الشبكة. وجيت اشغلها ان احنا نلعب اونلاين. يعني مثلا عندي ابني مثلا وانا كنت عايز نخش مثلا نلعب مع بعض. نلعب اونلاين مع بعض. فلما جيت اخش. لما بنخش في قلب السيلفر انا وهو لازم واحد فينا يطلع. ما ينفعش احنا الاتنين نبقى في قلب السيلفر مع بعض على نفس الواي فاي. فجربت اعمل ايه? جربت ان انا اوصل جهاز على الموبايل من الهوتو سبوت بتاع الموبايل. وجهاز تاني ان انا ادخله عن طريق الواي فاي عادي. لقيت ان هو بيشتغل من غير اي مشاكل. المشكلة بتحصل لما هم الجهازين بيخشوا عن طريق نفس الشبكة او نفس الواي فاي. فهو لازم واحد بس التاني بيخرج بيخرج بيخرجوا برا اللعبة نفسه او السيلفر نفسه. دلوقتي احنا هنفتح اللعبة زي ما انتم شايفين لازم اوضح لكم الحاجات دي اعتاولة عشان تبقوا فاهمين معايا كل التفاصيل. دلوقتي اللعبة فتحت رجالة هي. تستنى لحد ما تشتغل. دلوقتي زي ما انتم شايف قال لك. هيجيب لك اسمك. بعد كده بي اسلاند. وبعد كده بيقول لك. عمل تسجيل للكونسول بتاعك. وبعد كده في رسالة مهمة. في رسالة بتيجي دلوقتي. الرسالة دي ما جاتش. يعني في رسالة بتيجي دلوقتي. الرسالة دي لو جاتلك. هتظهر لك دلوقتي هبينها لك برضو. لو جاتلك دي ما فيهش منها مشكلة اللعبة تشتغل برضو عندك عادي من غير اي حاجة. دلوقتي بيقول لك اا اكسترنل اي بي فاوند. تمام. هتدوس على اكس. وبعد كده هتنزل بقى تدوس على فاين دي لان جيم. هتخش فيها زي انت مش شايف هتلاقي فيه هنا حد بادي جيمة. يعني زي حد عامي جيمة. اصلا انت هتخش هتلعب معاه مباشرة. هنا الشاشة دي بيظهر لك فيها كل الناس اللي بتلعب. يعني ممكن تلاقي جيم اتنين تلاية اربعة. ممكن تلاقي ناس كتير جدا. لو عايز تعمل اا فيلتر بتدوس على المثلث وتبدأ ان انت تصفي الحاجات اللي موجودة زي انت مش شايف الزومبي اللي مش عارفه. اا اا قل كل حاجة انت بتقدق بت يعني بتزبطها من هنا. وتقدر بقى تعمل الشخصيات بتاعتك والحاجات اللي انت بتلعب بيها. طب اه دلوقتي انت ممكن تيجي تخش في مابة. مثلا يعني تيجي تخش في مابة يقول لك ان هو خرجك تاني ويجيب لك رسالة كده قدامك على الشاشة. الرسالة دي ممكن يبقى انت مش منازل زي بقولك الدي ايل سيزا ما قلت لك من شوية. لازم تنزل الدي ايل سي هات لو عايز تلعب مع المبادة كلها اي ما بتشتغل. اه حد يبقى عمل ما بقى تخش معاه. الزومبي مسلا من اكتر الحاجات اللي لقيتها. لازم تكون منازل الدي ايل سي فيه زومبي بشتغل وفي زومبي تاني لازم تكون منازل الدي ايل سي. فتأكد منه نقطة تنزل الدي ايل سي عشان ميحصلش معاك تقريبا في حواري خمسة او ستة في بلاك اوبس سري. نزلهم مش هتخسر حاجة مسحوتهم كديرة شوية ولكن عشان تشتغل من غير مشكلة. دلوقتي هنبدأ بقى تخش في الجيم زي ما انت ما شايف كده. لو الجيم جوه هيخش معاك على اللعبة يعني دلوقتي اللعبة جوه. فانا رخالت على طول. لو اللعبة لسه بيجمع ناس بره هيخش ويفضل سايبك بره. فابدأ بقى زبط الاسلحة بتاعتك. والاضافات بتاعتك. يعني كنا بالو مش عارف. زبط الحاجات دي على قد ما تقدر قبل ما تخش. وغير بقى ما بينها جوه. يعني الشخصيات دي غير ما بينها جوه. هنستنى بس تلحد اللعبة ما تبدأ رجالة. دلوقتي احنا بنلعب يا رجالة. العتاولة. عايزين نعمل حاجة كده خاصة بالعتاولة يعني. ونتجمع كلنا في يا رجالة. فكرة جوه استحصل اكتبوا لي في الكومنتات عشان نشاهد ما هو ده. دلوقتي بقى بتختار السلاح بتاعك. زي موضوع لذيذ قوي. يعني موضوع حلوك جد يعني. انت ايه هبين لك بقى انت ايه بتعرف تلعب بتعرفش تلعب. ما الوقت هتتعاون. هبص بص. بس كده الجلق ده كان شرح ازاي تعرفت شغل الونلاين على جهاز بالشامفور المعدل. وان شاء الله فيه العب هتتضاف الفترة اللي جاية برضو. يعني فيه اخبار ان فيه لستة جديدة من الالعب هتبدأ انها تتحط. وده باب كويس. وحاجة كويسة جدا ان بجد انت قاعد زهقان خش يلعب اونلاين. قاعد كده خش يلعب اونلاين شوي. وان شاء الله هحاول اشوف الالعاب اللي فيها سلفارات كتير واني الناس كتير بتلعبها. وانحاول ان احنا نتخش كده واقول لكم عليها واعملكوا فيديو عنها الفترة اللي جاية. بس كده يا رجالة. ما تنساش لو دعوا حاجة تكون عم تسبسكرايب تكونوا فعل الجرس. لازم حاجات مهمة جدا. اللايك العنيف بتاعك وراءك في الكومنتات. يعني دي حاجات بسيطة ولكن حاجات قوية جدا رجال. شكرا للناس الدعمين. شكرا للناس المتسبين. شكرا لكل الناس اللي بتخش معايا. بجد يا رجالة. الحاجات دي بتفرحني جدا ان انتو يعني بتدعموني وحاسين باسلام وحاسين بالاسلام بيعمله التعب اللي انا بتعبه عشانكو. بجد شكرا رجالة ربنا خليكم ليه ما يحربنيش معينكو. ابدا. كالعادة اشوفك الفيديو الجاي. اشوفك الفيديو الجاي. صلاة